نحن لكم مرة تانية مسابقات الجمال من الحاجات المهمة والمنتشرة الفترة اللي فاتت وبقى فرصة للنشوات وفرصة اللي عندها رؤية واللي عندها فكرة قدم والموضوع في ناس كي مش فاهمة انه هو الموضوع مش فكرة جمال الشكل في المسابقات دي على قد ما هو بيبقى يعني على التوتل بتاع الشخصية بتفكر ازاي ثقافتها افكارها بناء العديد بتاخد هذا اللقب في مسابقات كتير جدا يعني موجودة دلوقتي لكن خيرونا النهاردة ده نجمتنا النهاردة نور نور اولا احكيلي ليه اخترتي تدخلي مسابقة زي مسابقة ملكة جمال واصل وطلعها ليه الفكرة جات لك ازرا ليه الفكرة جات لي كانت بسبب الخبرات اللي انا اكتسبتها في الدنيا عامة خلتني عندي ثقة في نفسي بزيادة شفت ان انا طموحي كل يوم بيكبر وان انا عايزة انا بقى في مراحل متطورة اكتر من القوت وانا بقدم في المسابقة اصلا يعني انا مجاش في دماغي ان انا ممكن اعمل كده في يوم الايام بس الفكرة عجبتني وشفت ان هي هاخد منها خبرة وهتفيدني بعدين كتير قوي في طموحي يعني ايه طموحك بقى حكيلي ايه طموحك يعني انت اكيد انت داخلة كان عندك فكرة جواكي عاوزة الناس تتكلم عنها اكيد انت داخلة مش عشان خاطر تاخدي لقب وخلاص ايه الفكرة حكيلي ايه الفكرة اللي كانت عندك او المشروع الاساسي اللي انت كسبت به المسابقة المشروع الاساسي انا كان مبدئيا انا كنت بتكلم عن المطلقات في مصر الوطن العربي المطلقات بالزفر اخترتي موضوع يعني اوه قوي جدا يهم كل بيت مصري وعربي كمان ام كنت عايزة ان انا مثل الفتاة المصرية بصورة قوية قوي ان احنا قادرين نعمل حاجة كتير قوي حتى لو سننا صغير ام المشروع كان واخد شوية من تفكيري علشان انا كنت متأسرة جدا من اللي حصل في الفترات اللي فاتت دي والنسب اللي عالية قوي 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 الفترة اللي فاتت فكنت عايزة اعمل فرق ايجابي فكلازم انا اوصل عن طريق ده ووصل صوتي عن طريق اللقب انا اخد لقب وبتدي اتكلم مع السيدات اه يبقى فيه وعي اكتر اه او استعملت المطلقات يعني ايه اللي شايفة المشكلة دي الظاهرة دي شايفها ازاي وعايزة تعمل ايه للمطلقات يعني ايه اللي انت نفسك تحقق ايه للمطلقات عايزة اكسف من التوعية كتير توعية عن ايه ان البيوت المصرية احنا مكناش بنشوف فيها الكلام ده يعني احنا تربينا على الاصالة جدي جدتي كانوا ناس متفاهمين والدي والدتي مازلنا شوفنا الاجيال اللي كانت قبل كده عاملة ازاي وبنشوف اللي بيحصل مع الاجيال الجديد الموضوع بيختلف كتير جدا اه السوشال ميديا ادخلت في الموضوع ده اكتر خلت النسب بتزيد اكتر من الاول ليه با من وجهة نظري من وجهة نظري بسبب المقارنات اللي بتحصل بين الازواج على السوشال ميديا مقارنات ازاي حكيدي اكتر اه يعني مثلا لو في حاجة نقصة في زوجة او كده اي انا بتفرج على نمازج ستات كتير على السوشال ميديا بيحصل مقارنات بين اللي معاه في البيت فبيحصل لمشكلة اه بزبط زي انهو بيشوف حاجة حلوة بس بيفكر كده يبقى ساطح ياو هي اللي بتفرج عليها دي لو عنده في البيت هلاها دي يعني ما دي بقى المشكلة احنا مش عارفين يعني احنا دلوقتي هنحل هنا وهنا عشان نردي جميع الاطراف يلا وردينها تحل ازاي هحل ازاي الناس كلها بتتكلم في القصة دي مش هدعرف حلها فانتي ايه الحلول ان انتي فكرت فيها زي ايه مثلا هي عمتا بداية ان البيت يبقى فيه توازن هو لازم يبقى من الست قبل الرجل لان الست هي المكان الرئيسي بتاع البيت زي ما بيقول هي القائد يعني في البيت عمتا فانا شايفة اللي فيه حاجة كتير قوي لازم تتغير زي انه هما فكر ان احنا نتطور اه احنا بنتطور بس احنا انا شايفة فيه سيدات كتير جدا بتطور بطريقة غلط يعني حاجات كتير قوي بتاعت تختلف دلوقتي انا مش عارفة فاصطرها يعني عمتا شايفة اكتر عيب ايه في الست دلوقتي بيخليها تروح برجليها للطلاق كأنها حفرة وهي مش روخ دا بقى لها اكتر غلط بيعملوه او خطأ بيعملوه الشك الشك لما بيخش الشك بين الزوجين طب فريدي داخل يا مفروط انصحيها باي عشان خاطر ما توصلش للطلاق انا حاليا ايوه مع رأيي تعدد الزوجات مرة واحدة كده او او طب ليه طيب دغلت بخناقة كبيرة دي ايه علشان شفت ان الموضوع دا بقى منتشر قوي الطلاق المنتشر ولا التعدد المنتشر التعدد او دي حاجة كويسة لوحشا لا حاجة حلوة طبعا انا شايف انه يا قصي ان احنا عايزين نقلل من الجواز العرفي مش تخليك في مشكلة ايه ان احنا عايزين نقلل من الجواز العرفي فليه الست ما تبقى استلسة وترضى ان يبقى جوزها متجوز وعنده بيت تاني ايه بس الكلام دا لما بنجي ننفيزه بقى في ارض الواقع تلاقي الست صعب بنيها تتقبل حاجة زي كده ده دوري بقى ده دوري كنت ده دوري كنت منتجاه شون تقنعهم ده دوري ان انا نحقناهم بحاجة زي دي نور احمد ساكلتين عشان قادر يعرف يوصلولي جميل ها والله انا شايفة ان هو مش موضوع كبير قوي يعني معلش انت في الحالتين هتشكي وهو في الحالتين هيخوي طب ادي له فرصة ان هو يجرب يبقى هنا وهنا عشان تعرفي هو هيتعامل معك حتى ازاي ان الدنيا هتختلف في فيه انا شايفة ان ممكن الجوازة التانية تأثر بالاجابة بعد علاقة مع الزوجة الاولى وهتحل مشكلات المشاكل اكيد اكيد او الستات اللي اطلقت مش لقية فرصة الخيانة تيجي بسبب ان الرجل بيبقى شايف ان في حتة معينة نقصة عند الشخص اللي معين يعني الخيانة تيجي كده لكن لو خلاصت الجزء ده خلاص مش هيفكر اه في تكملة حد بيشيل عن حد هي طبعا نصف الستات مش هتطلفي بحاجة زي دي يقولي بتحبي كمان بنا قرمك بواحدة وافت يعني لا 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 شكل مزج كتير جدا كانت بتطلع في برامج و مع الرأي ده ان هم يبقى فيه تعدد زوجات عاية محتاج المجتمع كله تغير يعني محتاج المجتمع كله ثقافته تتغير القوان نعم يعني تتفكر بشكل مختلف في الموضوع مش تغير يعني انت دخلت في موضوع صعب جدا عشان كده بقى خدت الوصيفة التانية اعتقد بالمشروع ده بالزوت كده عشان جاتلك انتقادات وانت بتقرد مشروعك في لجنة التحكيم ناس انتقادتك ناس شفتي يعني ناس مش حبة الفكرة دي حاسيني؟ شفت حاجة غريبة شوي ايه بقى؟ ان انا لما كنت بتسئل من لجنة التحكيم الناس فيه اللي ما كانش مركز على الكات ووك واول ما قلت انا بتكلم عن المشروع ايه لقيت ناس عملت كده فيه استغراب اللي هوش معنى اخترتي حاجة زي دي بزات الكلمة انا مش شايفة ان هو فيه استغراب على فكرة ان هي حاجة كبيرة على فكرة وما فيش توعية عنها ما بشافاش في البرامج كتير او ان ناس بتطلع تتكلم عن المطلقات اصلا ولا حقوقها ولا الكلام ده الدولة حفظة حقوق طبعا بس فكرة ان البرامج تتكلم مع الجزء المجتمعي اكتر مش بنتكلم عن الحقوق يعني الحقوق مع الجزء الاجتماعي وسلامة المجتمع طب احنا كان فيه لحظة مهمة اثناء التتويج يا جماعة دي فيديو مهم عايزين نحضره عشان نروح نشوفه كده ونرجع نتكلم عن لحظة التتويج جاهز ولا مش جاهز لحد لما جاهزوا الفيديو فكرة ان ان انت خدت لقب الوصيفة التانية خلاص؟ ده لقب مهم يعني كل واحد مننا بيبقى عايش في حياته الجزء المعناوي ده مهم جدا في حياته وان هو ياخد لقب اللقب ده بيحملك مسئولية ما تبقيش بنت زي كل البنات بزا تبقي خلاص انت تحطيتي في كدر معين وفيه ناس خدت اللقب ده قبل كده واختفت ما عملتش حاجة وفيه ناس كان ليها دور وبدأت تشتغل وبدأت تخدم المجتمع وقدمت ادوار جميلة انت لايحة فين بعد التتويج يعني انت احلامك ايه؟ ايه خطوات او العروض اللي جات لك بعد ما خدت اللقب ده تساعدك على تعيي حلمك؟ والله انا جات لي عروض كتير قوي هو مبدئيا انا اول ما خدت اللقب انا ابتدى مشواري بجد انا كنت بشتغل وكان في حياة تانية قبل اللقب وكان في دنيا تانية بس انا لما خدت اللقب حسيت ان التموح بيكبر اتنا معانا لحظة التتويج هي على الشاشات احكيني بقى اللحظة دي الاول اللحظة دي انا كنت مرعوبة فيها بجد يعني انا الثبات اللي انا فيه ده لا ده مكانش من جواي مكانش كده خالص كان فيه لحظة مختلفة تماما كنت حاسة بالتوتر الموضوع كان كبير قوي انا صغيرة وان انا اخد لقب زي دوت واول مسابقة اقدم فيها اخد لقب فدي كان بالنسبة لي من اكتر ناس كتت حواليك بقى في اللحظة دي كنت حاسة كده بالامان انهم حواليك كل صحابي كل صحابك حضروا المواردان ده اه 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 انا بالنسبة لي كانوا الاهم في اليوم دوت كل صحابي اللي كانوا معايا في المنافسة عمدتا مش صحابي صحابي كتلكم بعض كويسة عنا جدا فكونا اريدين كل نفسنا بقى والحاجات دي كان فيه النفسنا بس النفسنا مش من غير اسامي دلوقات مش هتنقول اسامي لا كان فيه نفسنا بس النفسنا الشريفة ايه ان احنا كلنا حبين ان احنا نكسب وفنفس الوقت كل واحدة عايزة تاخد لقب مياه عايزة صحبتها تكسب وفنفس الوقت هي عايزة حاجة نفسها يعني مش تبقى صحبتها بس علاقتك ايه من رئيسة المسابقة دكتورة حنان؟ كانت علاقتك بها ايه حلقة طيبة جدا دكتور انا بحبها قوي بحبها علشان هي بتحفز من الشباب البنات الصغيرين اللي بيبقوا عايزين يتطوروا من طموحاتهم هي بتساعد فيها طبعا دكتور حلم ناصر من الشخصات الجميلة بصراحة وانا بشكرها وبقدم لها طبعا يعني التحية على الهواء دكتور حلم ناصر خلينا نروح سريعا برضو الخطوة اللي بعد التكريم وتنصيبك وصيفة تانية انا عرفت اني دخلت العمل السياسي والحزبي جات لي معلومة كده يعني ليه اخترت انك تدخلي العمل السياسي علشان دي الحاجة الوحيدة اللي تقدر توصل صوتي بسرعة والمضمونة طبعا تدخلت حزب المؤتمر صح بالضبط كده بقيادة الكبتان محمود جبر رئيس نائب رئيس الحزب طبعا انا من اول ما خدت اللقب انا كنت بتكلم عن المشروع بتاع المطلقات عامتها بس بعد كده الجزء دوت ننحنيت في حتة تانية بقى الموضوع معايا اكبر بقى المطلقات والشباب وعايزة ان انا اساعد كل دوت طبعا في خطوات انا لسه ببدأ وبقول بسم الله الرحمن الرحيم فيعني خلينا نتبع ونشوف ان شاء الله الفترة الجاعة فكرت تخدم المجتمع من خلالة مثلا تعملي مؤسسة تنموية مؤسسة اجتماعية فكرت في التفكير ده كأداية قانونية ورسمية تقدر تساعدك في دعمين لك وفي شخصيات تدعمك فكرت ازاي الاعمال الخيرية ان انا عايزة ساعد المرضى بتاع السرطان اقدم لهم دعم نفسي قوي قوي طبعا فكرة ان انا اروح وزورهم بنفسي واجيب ناس معايا دي هتبقى طبعا فرق ايجابي ليهم وانا عارف ان ده هيحسن من صحتهم كتير جدا حب ان انا اعمل ده وحب اخش في مشاريع كتير بس انا لسه بحط اهداف عشان ابدأ واحدة واحدة عشان مش هارف اعمل كل ده مرة واحدة لان انا هبقى كدابة لو قلت ان انا هعمل كل ده مرة واحدة لا بس مهم يكون عندك اهداف واحلام طبعا انا عندي طبعا يعني تش حد بيشتغل من غير سبونسر فلسبونسر لما بعرف انت اهدافك واحلامك ايه يقدر يجيلك وادعمك بزفت اخر سؤال مفهوم استعادة بالنسبة لك ايه اسعاد الناس انت النهاردة خدت اللقب ده عشي خاطر انت عملت مشروع على هدف منه اسعاد شريحة في المجتمع بتطبق ايه ازاي اولا في حياتك الشخصية تحقيقي اسعادة لنفسك ازاي وانت هدفك ايه او مفهومك ايه انا القصة دي فترة الجاية في المجتمع انا استعادة بالنسبة لي ان انا حقق اطموح ان انا كنت بالليل مثلا قلت ان عايزة نفس كذا 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 صحي التاني يوم الصبح عملته هنا بحس بالسعادة والفقر بحس ان انا عملت حاجة يا جباية اه الناس انا نفسي كل الناس تبقى واخدى الطبع ده مني ان هم فعلا نستعادة بالنسبة لهم لا اشخاص ولا اوقات لا هي السعادة تبقى منك كشخص طالع على طول منك كده انت بتبص في المراية راضي عن نفسك وانت صاحب تقول صباح القيام راضي عن نفسك جدا مية في المية دي احلى حاجة نقدر نختم بيها النهاردة فقرتنا الرضا انك تبقى راضي عن نفسك نور انا بشكرك جدا والف مبروك على اللقب الرائع ده ونتمنى نشوفك يعني في يوم الايام مكسرت دنيا وتحقق كل احلامك سواء على مستوى المهني على مستوى المجتمعي المهم جدا اوعي تسيبي القصة دي شوان في ناس خلي بالك بتزهق بسرعة لا انا عارف انا شوفت امريكات كتير خدوا اللقب وهربوا نفسي طويل اتجوزوا هربوا انا نفسي طويل اتجوزوا وهربوا بشكرك جدا جدا كتفاقرة مميزة جدا شكرا وشكرا على وجودك معنا النار صباح عقب المصر شكرا شكرا مشاهدينا يعني خدنا الستات بقنا فقرتين بنتكلم بس عن الستات الفقرة الجاية عن الرجال خليكم معنا بعد الفاصل فقرة مهمة جدا جدا لكل درجات خليكم معنا